عم بجوف بطاقة اللي هي انتصار على شخص ممكن يكون هادا الشخص من برج مائي او من برج ناري مائي اكتر عم تاخد حقك منه هادا الكرت عم بفرجيني كارما اكتر كارما رح ترجع رح تلف اللفة وتاخد حقك في هذا الشهر من بعد يعني ظلم اكلته من هذا الشخص خلينا نقول خلينا نشوف بشكل عام لبرج الدلو الدلويين بشكركم طبعا بشكر جميع الابراج على الدعم للقناة شكرا كتير للكم زواج وحب ومشاعر من اولها والله وعمل لكن عم تبعد شوية عن العادات والتقاليد عم تعيش يمكن مغامرات جديدة عم بتعيش عيش غير اللي انت متعود عليها عم بتحاول تعيش شي جديد هاي الفترة عم بتحاول تغير كل الاجواء اللي حواليك عم بتحاول تغير حتى الناس والله عندك زواج يعني اول كرت واخر كرت حب حقيقة او صول ميد ممكن تكونه عم تلتقي فيه او عم تلتقي لا هذا الشخص الك فترة معه مش جديد هذا الشخص رح تنتهي الشهر بفرحة كبيرة ما بقول زواج ولكن ممكن تكون تحضيرات لزواج او ممكن تكون وعود صادقة خلينا نقول خاصة اذا الشخص كان هوائي او ناري او حتى مائي الطاقات عم بتبين عنا برج التور السرطان الجوساء انا بشوفوا هذا كمان ادلوا انت يعني ممكن تصادفوا اشخاص من نفس البرج شايفيت لك حب ومشاعر كبيرة اول الفترة ممكن يعني بين فترة وفترة تتذكر حب قديم او تتذكر شغلة قديمة ممكن من بعد فراق صار هذا اللقاء شايفة نهاية مع شخص من برج مائي نهاية يعني اللي هي ما يعني نهاية لابد منها في من بعدها بداية زي ما قلنا بداية حلوة جدا شايفة كمان في ممكن تكون عندك فرصة عمل ولكن فرصة عمل هي في مؤسسة في شركة في يعني مش انه شراكة او عمل حر او كزا عم بشوفك لا عم تشتغل في كادر معين فرصة عمل في كادر معين واذا كنت اساسا عم تشتغل ففي عندك امنية في العمل ممكن تتحقق ممكن ترقي انت عم تستناها شايفيتها ممكن كمان شخص يكون من برج هوائي او ناري يكون هذا الشخص عم يوهماك في امور في الشغل عم يستغلك يمكن يمكن مش بس في العمل يمكن في على اسعادة اخرى هذا الشخص عم يوهماك في مواضيع في امور نكون حزيرين من مواضيع النصب خاصة من هاي الطاقات انا ما بقول انه هاي الابراج او هاي الطاقات سيئة ولكن طبعا مش كل اشخاص البرج نفسه بيكونوا نفس الاخلاق فبس نكون حزيرين هاي الفترة من هذا الموضوع عم بهيقلنا شغلات عم نتعرض لنصب من ناحية عاطفية اذا كان في شخص جديد عم يدخل حياتنا اذا كان هوائي او ناري ممكن شوي ناخد بس حزرنا ما بقولك انه شخص سيء ولكن ناخد حزرنا بس انه نكون حذرين وما نتوه بسرعة بالمشاعر وما نفوت بسرعة بالمشاعر نتأكد من الشخص قبل ما يعني ندخل اكتر في الموضوع شايف في عندك سفر ولكن مؤجل هذا الشهر يعني ما رح يكون هذا الشهر في سفر في وعود واوراق عم بتوقع عليها كرمال السفر ولكن السفر فعليا ما رح يكون في هذا الشهر ممكن يكون في نوفمبر هذا بشكل عام هذا اهم شيء كمان شوي على الصحة النفسية بالناحية التفكير عم بشوفك بتفكر البعض منكم عم بيزيد ويعيد في نفس الموضوع بعض منكم عم بيكون شوي عنده ارق نوم متقطع نفكر بصحتنا شوي اكتر من اللي حوالينا لانه صحتنا اهم شيء ناحية عاطفية عم بشوفك اول شهر عم تتذكر عم بتكون وحيد شوي اه في فرص عندك كتير او العيون عليكم اه عم تعطي فرص لحدة عم بتكون منزوي نوعا ما اه ولكن سرعان ما تتغير هاي الطاقة هاي الطاقة رح تكون بس مجرد ايام قليلة ولكن رح تتغير اه بسرعة هاي الطاقة نتيجة اخبار رح توصلك من الشريك اخبار مباشرة يعني الشريك نفسه رح يحكي معك مش انه اه اخبار رح توصلك عن الشريك اه رح تاخد حقك من شخص يمكن من علاقة ثلاثية اه كانت موجودة رح يوصلك حقك في عندنا في هذا الشهر فعم بتكون اه سعيد في هاي في هذا الموضوع او في هذا الانتصار اه عم بشوف في فرص احلام بالنسبة للعزاب او للناس اللي اللي خلص بدهم يرموا القديم وبدهم جديد في مجال كتير كبير انه يكون في جديد عفوا في هاي الفترة خاصة من الابراج القوس الاسد الابراج النارية ممكن تكون في فرصة اه حلوة كتير او شخص معجب ممكن انه اه يبادر اه في هاي الفترة بالنسبة للمتزوجين عم بشوف اه الاولاد شوي عم بشب بيسببوا لهم شوية اه يعني ارهاق شوية اه اه تعب ولكن مش كل الاولاد يعني نبين عندي الاولاد نوعين عندكم اياهم نوع اه كتير هادي و اه وراي وكزا ونوع شايفة عم شوية يعني مشكلة في هذا الموضوع اه الامهات او الاباء اه شايفة في ممكن يكون حتى حمل يكون حمل في في ولد مش في بنس على الاكتر خاصة اذا كان الشريك ناري او مائي اه عم بشوفك اه زي ما قلت لك منتصر على علاقة ثلاثية او منتصر على الشريك نفسه لان الشريك نفسه رح يجي لك وانت رح ترفضه اول مرة وبعدين رح شوي تتناقش معه ولكن انا بشوف الك اه بداية جديدة اكتر ما هي رجوع للقديم في عندك بدايات جديدة حلوة مع اشخاص جدا انت عم تختار هذا الشي هذا الشي ما عم يصير غصبا عنك عم بشوفك انت اه اللي عم تختار انت اللي عم تكون متحكم في الموضوع نشوف مسج من الحبيب ما قادر يقولها اوه هو بعيد وكأنه عم بيقولك انه هو آسف عم يعتذر عم بيحاول يعمل تغييرات في شخصيته تغييرات جذرية لحتى اه يوصل لعندك هذا من العقل الباطن تبع ومش من اله فعم بيعمل هيلينغ عم بيعمل شي ولكن عم بيحاول يعمل تغييرات حتى يعني حتى مش بس اللي هم اه تغييرات اه معنوية او كزا لا يعني تغييرات بشكل عام اه في شخصيته عم بيحاول يتغير لحتى يوصل لليبل تبعك لحتى يوصل لك لحتى يقدر انه يتواصل معك يمكن عم يثبت امور ولكن هو اعتذار انا شايفيته اعتذار اكتر ما هو مسج شوفوا ايسا في تحذير هذا الشهر لبرج الدلو زي الكرت طلع مقلوب اه في امر قديم يعني انت عم تستنى كتير الى كفترة طويلة على الفكرة هذا الكرت مش مش تحسير هذا بشارة اه عم تستنى لك فترة عم بتكون في كانت اه عواصف اه في مشاكل حوالين هذا الموضوع اه ما قادر توصل له في عوائق كتير انا شايفيته بيت بيت ممكن يكون بيت زوجية ولكن اه في في حواليه كتير مشاكل في اه امور فكأنه عم بيوصل لك مسج انه اه بس تكون حذر مع الشخص اللي حتبني معاه هذا البيت ولكن انا شايفيتها انها بشارة يعني بيت عم تبني بيت مع حدا عم بتكون بيت مع حدا عم بيكون في زواج يعني. اكتر هذا الكرت فبشوفه. خلينا نشوف اوراكل لبرج الدلو. تحزير برضو كمان مرة انه بيقولك ما تدخل ما تاخد قرارات كبيرة هاي الشهر. ما تاخد قرارات مصيرية مثلا زواج تترك عمل تعمل شغل كبيرة. لانه في شوي عدم امان في هذا الشهر بدنا نكون حزيرين. وبشكركم كتير لبرج الدلو. بشوفكم حبايب بالفيديو الجاي.